بخصوص الأمطار الأخيرة التي عرفتها بلادنا والتي في الحقيقة استبشرنا بها جميعا خيرا لاعتبارات كثيرة الاعتبار الأول هو أن بلادنا تمر من سنوات للأسف متتالية قاسية وهناك ضعف شديد في هذه التساقطات المطارية لكن بفضل التوجهات الملكية حول موضوع الماء خاصة الماء الصالح للشرب والسقي قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات وعبأت مبالغ مالية مهمة جدا وحققت مجموعة من البرامج والمشاريع التي ربما تجعلنا نعتقد بأن ليس هناك مشكلة متروحة على المستوى الصالح للشرب لكن يجب أن نعلم بأن الإمكانيات المائية المتوفرة تظل ضئيلة جدا صحيح هناك تحسن بفضل هذه الأمطار الأخيرة لكن يبقى تحسنا طفيفا وهذا يدفعنا جميعا إلى القيم بأدوارنا في مجال الإرشاد خاصة المرتبط بالاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية فالحكومة كما قلت تحت وتنفيذة التي توجهت صاحب الجلال الملك محمد السادس نجحت في تعبئة الإمكانيات المالية وأيضا نجحت في إنجاز المشاريع والأسبوع الماضي أسهبت في الحديث عن هذه المنجزات لكن كما تعلمون جميعا إنجاز سدود ومحطات التحلية وغيرها من الجهيزات الكبرى يحتاج إلى وقت والحكومة منخارطة في هذا المصار ونتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغيطنا بالمطار النافع في الأيام المقبلة لأن عكاس زلاد الأمطار هو إيجابي جدا خاصة على المفورة الكلائية إيجابي جدا على الزراعات الرابعية إيجابي جدا على الأشجار المتمرة فهناك ارتياح في المناطق التي كانت عرفت أمطار مهمة جدا ولله الحمد لكن كما قلت نحن دائما في وضعية على المستوى المائي التي هي وضعية صعبة لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد